طبعاً احنا النهاردة يعني انا الحقيقة بتشرف جداً ان انا مع ابطال مكرمين مع اهلينة في سينا وطبعاً مع ست المحافظ اللواء دكتور خالد مبارك انا برحب بيك فندم اهلا بحضرتك وهذا الاجتماع انا الحقيقة يعني بتشرف بيه جداً وسعيدة جداً جداً بيه وحادتك بتكون دايماً حريص انك تجتمع مع شيوخ سينا والله اه على قد ما بنقدر وبنسعى لده ان زي ما انت قلت كده حضرتك اه استاذ خلود احنا بنسعد بلقاءهم وفي نفس الوقت بنبقى دايماً حسين باللي بيدور في خلاجاتهم اه من اه مطالب مشروعة ومشاكل مسموعة نقدر نعاوم في حلها وده حقهم علينا والتوجهات كلها اه في صلاحهم ولسه قبل وحدك توصلي بديتين تلاتة كنت بقولهم ومش بخب ده الظروف اه الحالية كلها في صلاحهم وبدعوهم انهم يتمسكوا بالفرص دي الدولة كلها بكل اجهزتها اخواني في الوزراء وزملائي اه حتى زبيل العزيز اه محافظ الشمال في تعاون تام بتعاون معايا في ايه ممكن ما قضناش حلقة عشان يساعدنا فوق ده كله قيادة السياسية رئيس الجمهورية بيوصينا في كل حين ومين جودة الخدمة المقدمة المواطنة خدمة التعليم خدمة الصحة خدمة الغذاء بيئة احسن تنشية اطفال رعاية في كل وقت فالفرص دي مش هتيجي تاني وعلى رأس الفرص دي التنمية الشاملة في جنوب سيناء وبكامل مسطح سيناء وانا اللي خصني منها الجنوب عشان كده يعني متحيز لي لان هو ده اللي انا يعني على رأس منظومته الادارية فقط كزبيل وكمواطن في وسطه